محا صبري مغنية وممثلة مصرية مولودة اتنين وعشرين مايو الف وتسعمة اتنين وتلاتين توفيت ستاشر ديسمبر تسعة وتمانين. عام تسعة وخمسين كانت بدايتها الفنية واكتشافاتها المنتجة ماري ديت الفنانة الجميلة معها صبري لعبت فيلم امام رجد ابازة وعبدي السلام النبورسي الذي اختار لها اسمها الفني مع صبري بدلت من زكية فوزي محمود الذي هو اسمها الاصلي. تزوجت اربع مرات. المرة الجولة حين تزوجت في سنة صغيرة من رجل يكبرها في السن كثيرا وكان يحبها ولا يرفض لها اي مطلب. وقد انجبت منه ابنها الاول مصطفى ولكنها طلقت منه بعد عامين فقط من الزواج. ده مع ابنها الاول مصطفى. فنانة معها صبري. جوزت اربع مرات. ثم تزوجت مرة تانية من تاجر ميسور الحال انجبت منه ابنتيها نجوة وفاتن. ثم الثالثة من شاب يدعى مصطفى العريف عرفة في الاوساط الفنية بصداقته للعندليب عبد الحليم حافظ. لم تكن تدري ماها صبري وهيتسافر لبصعيد للمشاركة في احياء حفلة عيد النصر ان تتغير حياتها بهذا الشكل. كانت تحاول استغلال حضور المشير عامر وكبار رجال الدولة للحفل لحل مشكلة قريب لها يبحث عن وسطة للهروب من التجنيد. انهى دورها في الحفل ونشأ ونزل المشاركون لتحية كبار رجال الدولة من الحضور. كان اللواء علي شفي وقتها مديرا لمكتب وزير المخابرات الحربية. وقف تمامه تحكي له عن المشكلة تقريبها. فمنحها رقم هاتفة. ده اللي واقع علي شفي ومها صبري. وطلب منها ان تتصل به فور عودتها للقاهرة عادت واتصلت به. كانت بداية لعلاقة حب بين الفنانة مع صبري وعلي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر والتي لم تنتهي رغم ما مرت به من ازمات. اشترط اللواء علي شفي على مها شرطا صعبا مقابل الزواج وهو ان تنهي حياتها الفنية مراعاة لطبيعة وحساسية مركزه. وفقت مها على الشرط الصعب. ولكن في المقابل شرطا اصعب وهو ان يكون زواجهما رسميا وليس عرفيا. وافقه هو ايضا وتزوجها بالفعل رسميا بعد ان طلق زوجته الاولى. دي النجمة مع صبر. بعد هزيمة خمسة يونيو سبعة وستين وانتحار عبد الحكيم عامر تم تحديد اقامة كل من كان له علاقة بالمشير. تمهيدا لمحاكمتهم. ومن بينهم اللواء علي شفي. انقلبت الامور بالنسبة لزوجها. قبض عليه وحددت اقامته. وانقلبت حياة مع صبري رأسا على العقد. منعت اغانيها من الازاع تم تضييق الحصار عليهما. وعانى الزوجان من فترة قاسية جدا. تغير الحال بماها صبري وزوجها وطاقت بهم الحياة. حتى انها حاولت العودة للغناء وتوسطت ام كالسوم لها. امام الرئيس عبد الناصر. للعودة للغناء في الازاع. لكن دون جدوى. يحكي احمد فؤاد نجم في مذكراته انه اثناء اعتقاله في مايو تسعة وستين كان معه في سجن القلعة ضباط من الجيش. الذين تم مع محاكماتهم بعد ناكسة سبعة وستين ومن بينهم اللواء علي شفيق. ده احمد فؤاد نجم. ويروي احمد فؤاد نجم معها صبري كانت تزور زوجها السلساء من كل اسبوع وتشدة من ازره وتقف لجانبه. ولا الف رابي. وزاتا يوم قابلته في دورة المية ام مياه. وصبحت عليه. قال لي صباح النور على فكرة ماها معجبة بشغلك وبتسلم عليك. قلت له الله يسلمك ويسلمها وياريت تسمح لي الظروف بمقابلتها في الزيارة. قال لي طب سبني انا ارتب المسئلة دي. والحقيقة انه ما تخرش حيسه جاءني المخبر يوم التلات وقال لي اتفضل البس عندك زيارة. وفي مكتب زيارة قابلتني معها صبري. بابتسامة ودودة فتناولت يدها وقبلتها وانا اقول الله يكرم حصلك انتي ست بمليون راجل. فقالت وهي تضحك وانت راجل بمليون ست. كانت افشة حلوة. معها صبري. معها صبري والعيلة فوزي وصباح هناك وفاية معدي يلوت في والعيلة الطاهر صورة نهدرة جدا. بعد وفاة عبد الناصر تلقت معها صبري عرضا للغناء في احد الملاهي الانجليزية فصفرت هي وزوجها استغل زوجها علاقاته الامنية والعسكرية معاملة بتجارة السلاح. ويروي شمس بدران وزير الحربية المصري الاصبك في مذكراته شافيه لجأ للعمل بهذه التجارة لانه كان يفهم فيها. كما كان يمتلك معرفة وسعب مصادر صنعاتها وفي عام سبع وسبعين وجد وجد علي شافيه مقتولا بالا حاد على نصيف شقةه في شرع هاري المعروف بشرع الأطباء في وسط لندن. وقيد الحادث ضد مجهول. حاولت معها صبري بعد مقتل زوجها الاستمرار في العمل الفني لكن لم تستطع تحقيق اي نجاحات تذكر. فكررت الاعتزال عام اربعة وتمانين بعد صراع مع المرض. واصابتها بكرحة المعدة. استمرت كرابة اربع سنوات عانت في اخيرها من الغيبوبة الكبدية. وتوفيت في ستاشر ديسمبر الف وتسعمية تسعة وتمانين. اربع زيجات. وبعد رحيل الفنانة المصرية مع مصد مع صبري عن الحياة كشفت ابنتها التانية فاتن عبد الفتاح مفاجأة مدوية عن سر من اسرار والدتها الراحلة. مع صبري قتلها الدجل. هنشوف ازاي بنتها فاتن عبد الفتاح. مهى وبعد اعتزالها بسنوات طويلة تقربت اليها احد الجارات. واقنعتها بمرور الايام بقوة الدجالين وقدراتهم الخارقة. وللاسف باتت الفنانة المصرية تحرص على اقترابها من عالم الدجل. وتضفق هؤلاء الناس بقوة على منزلها. حتى ان احدهم كان يقيم معها ليقنعها بتناول الزئبق الاحمر للمداوة من امراضها. وتوكد فاتن ان تلك المرأة كانت تنقض على الجيران مستخدمة سلاح الخوف من الازل. ونسلبتهم العديد من الاموال. وحينما اكتشفت الابنة سر والدتها. التقط الشيخ محمد متولي للشعراوي الذي نصحها معها بعدم تناول الاعشاب التي يقادمها الدجالونة لها لانها تدمر الكبد والعصاب. ولكن كان ذلك بعد فوات الاوان. الفنانة الفاتنة اصيبت بالفعل بمرض الكبد. وحينما وجهت تلك المرأة هددتها باليزاء والقتل. بل وسلبتها اموالها المعدعة في احد المصارف بلندن. بعد ان اجبرتها على التوقيع شيخ بمبلغ عشرين مليون جنيه. وقد تقدمت الابنة وفقا لتصريحاتها باحضر جرائد الفنية ببلاغ للنائب العام حول مجتنايات والدتها الرحلة. حياة مليئة بالمعاسي والمعاناة. والكصص. كانت جميلة جدا. ونهايتها مأساوية جدا. للأسف. الله يرحمه. كتشعر عبارة اللاها يحيى شعين غضاعة اتلفها الهوم. تزوجت اربع زيجات والرابع كان علي شفيق. مدير مكتب المشير عبد الحميد عبد الحكيم عامر. ووضع عليها الزيبل الاحمر. وعانيت اربع سنوات من مرض الكبير. الله يرحمه.